اشتركوا في القناة مع برنامج الخزانة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عزانا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عبدالله بن سالم البطاطع هذه عندها رسالة علمية ماتعة لكاتب مجيد بحاثة بمعنى الكلمة رجل ما شاء الله له معرفة واسع بالمخطوطات وبقضايا التحقيق وفن التحقيق وفقه الله تراه زارني وكان بنا مجالسة ممتازة عندي في بمكتبتي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض ابن حسين عبداللطيف الطائل بغدادي ألف هذه الرسالة العلمية بعنوان مرويات نسخ التلاوة جمعا ودراسة طبعا مسألة النسخ معروفة من القضايا التي تطرح في أصول الفقه وفي علوم القرآن كلا الجانبين يطرحان هذه المسألة النسخ وأنواعه المعروفة مشهورة تقسيماتها هو جاء إلى قضية واحدة وهي مسألة نسخ التلاوة هل نسخ التلاوة حاصل وواقع أو ليس بكذلك؟ لم يكن هناك خلاف بين المتقدمين من الأئمة على أن نسخ التلاوة حاصل وواقع الخلاف المشهور عن أبي مسلم الأصفهاني مشهور كان لإنكار النسخ مطلقا والمقصود أنه حتى مسألة أصفهاني هذا هو من الرؤوس المعتزلة في زمانه حتى هذا بعضهم تلمس له عذرا في تخريج قوله ونحو ذلك المهم ليس هذا محلو لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه يوجد من المعاصرين أو من المتأخرين من قال بإنكار نسخ التلاوة وأنه لا يمكن يقع أن ينزل الله آية ثم ينسخ الله عز وجل هذه الآية بعضهم أنكر نسخ التلاوة وبعضهم أنسخ نسخ التلاوة والحكم يعني هما نوعان عندنا نسخ التلاوة تقصد أن الآية كانت موجودة في المصحف ثم نسخت جاء النسخ من الله عز وجل ونسخت هذا نقص نسخ التلاوة فما ثار يتعبد بتلاوتها فقد ينسخ لفظها فلا يتعبد فلا يكون من القرآن لكن يبقى حكمها يعمل به كقول عائش رضي الله عنها لحديث المشهور كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات وحرمنا ثم نسخت أو أنزلت خمس رضاعات معلومات وحرمنا فكانت الآية الأولى كذا عشر آيات معلومات وحرمنا كذا هذا لفظ آية وكذلك الشيخ و الشيخة إذا زن يكان لفظ آية كان يتعبد بها ويقرأ مما يقرأ من القرآن ثم نسخت بعد ذلك لكن حكمها باقي يعني بقي الحكم طبعا النسخ في حديث عائشة نسخ الحكم والتلاوة في المثال الأول والمثال الثاني خمس رضاعات نسخ التلاوة وبقي الحكم المقصود قال أنه وجد أن بعض المتأخرين أنكر نسخ التلاوة واستدلوا بأدلة عقلية ونقلية وأشياء من ذلك وبدأ المعاصرون يتتابعون على مثل هذا بعض الكتاب وطبعا ممن ركب الموجة من هم أصلا في خانة عداوة مع الإسلام كالحداثين وغيرهم نحو ذلك طبعا كان يعني سمى من الأشياء المزايا الطيبة في مقدمة الكتاب أنه سمى عددا وقف عليه من المتأخرين في كتبهم التي نفوا فيها نسخ التلاوة فلان وتفع نسخ كذا في كتابه الفلاني فلان وفلان وفلان وعدد لنا جماعة من هؤلاء الذين قالوا بنفي نسخ التلاوة وفقه الله طبعا هذه ثارت إشكالية وحتى لأسف أن هناك مقاطع في اليوتيوب للأسف الشديد بعضهم ركب الموجة وثار يتسلم على أقوال هؤلاء وبعضهم ترى علام مشهورين معروفين وثار يقول فلان قال وفلان قال وقرره فلان وهكذا وبعضهم أفردت بالتأليف لنفي هذه القضية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رياض الطائي وهم شايخ العراق الفضلاء المعروفين قام وجمع كل ما ورد في الباب من روايات وأحاديث التي فيها بيان نسخ التلاوة من الصحاح والمسانيد والأجلاء وحتى الأمال والمشيخات ونحو ذلك وجمع وتتبعها وروايتها بالكاملة ودرسها رواية الرواية وفي المقدمة ذكر النسخ وتعريف وأقسام النسخ نحو ذلك والقائلين وحجتي ونحو ذلك ثم بدأ نثر كتابه وغالب الكتاب في تتبع الرواية وإثبات ذلك ثم عقد فصلا في مناقشة من أنكر نسخ التلاوة وناقشه من الأدلة النقلية التي استدل بها ومن الأدلة العقلية التي استدلون بها أيضا وفقه الله طبعا هذا الكتاب من مطبوعات إخواننا في الدار الأثرية بالأردن وهذا الإخراج المتميز ويشكرون عليه